رياضي من بلادي الحلقة 24 مع إيمان مطلق أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في كل مكان بحلقة جديدة من برنامج رياضي من بلادي بصراحة اليوم أبكر مقابلة بسجلها من لما بلشت البرنامج لأن ضيفتنا تتمتع بنشاط عالي وهمة عالية على العمل والإنجاز وخبرتني أنه بتبلش يومها دايما الساعة خمسة فاضطريت أنا اليوم أكون نشيطة زيادة حتى أقابلها بنفس الطاقة ونفس الحماس ونأخذ منها المعلومات والدافعية اللي بتساعدنا حتى إحنا نتقدم زيادة في رحلتنا معانا سيدة إيمان مطلق المؤسسة ورئيسة التنفيذية لشركة Sigma Investments سيدة إيمان أهلا وسهلا فيك في رياضي من بلادي أهلا وسهلا فيك سائد وشكرا كتير على جايتك وعلى الانتروفيو ومظبوط دايما لما بنصح الصبح كتير بكير بيكون قادرين إن إحنا ننجز كتير بيومنا يعني حتى وإنت طالع الصبح بيكون ما فيش شي ترافيك الحياة كتير أحلى أكيد مية بالمية ورح نتحدث بشكل مفصل أكتر عن روتينك اليومي بس بالبداية حاب أعرف منك ولو تخبري مستمعين رياضي من بلادي من هي إيمان مطلق يعني سيدة إنت بلشت بأهم سؤال اللي هو سؤال بيأخذ العمر كله لأنه إذا إحنا بنحكي على البرسوناليتي أو على الشخصية معناها إحنا بنظلم لأنه إحنا بنحكي بس على الإشرة مين أنت أو مين أنت هذا سؤال بنعيش فيه أو بنمشي فيه جرني كاملة أو يعني طول العمر وإحنا بنسأل حالنا يعني كل يوم الصبح بصحة بسأل حالي مين أنا وليه أنا هون وإيش جاي أسوي أكيد الله ما خلقنا اعتباطا إنه إحنا نيجي بس علشان ناكل ونشرب ونخلف ونشتغل أكيد فيه سبب تاني لوجودنا فهذا السؤال هو سؤال يومي بنسأل كل يوم الصبح مين أنا أكيد مش أنا اللي هي بس أم لشابين أو سيدة أعمال أو إمرأة أو 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 أكيد فيه إشي كتير مغزة بس يعني أبعد من هيك بس هذا الإشي اللي إحنا بنعيش طول العمر عشان نفهم مين إحنا فإنه هذا السؤال أكيد مش جوابه بدقيقتين أو بتلت دقايق عشان نعرف مين إحنا ففي الوقت الحالي أنا إيمان لو سهلا فيك طيب لو خبرتنا شوي عن مسيرة أو بداياتك ست إيمان إحنا الآن ننظر للسيدي إيمان مطلق سيدة الأعمال الناجحة بس أكيد خلف الكواليس في سنوات إحنا ما بنعرف عنها في قصص يمكن ما ظهرت إعلاميا في لحظات إحباط ولحظات تحدي ولحظات نجاح وفخر وإنجاز وكله رح نمر عليه اليوم في برنامجنا بس حاب أعرف منك لو تعطينا شوي فكرة على البدايات حتى الواحد يكون إدراك إنه من وين بلشت السيدي إيمان وأين تقف الآن في رحلتها في ريادة الأعمال؟ مظبوط بتعرف الشي يمكن هاي اكتشفناها لما كبرنا مش وإحنا صغار بس بتعرف لما بنجي نقرر مين إحنا بنلاقي حالنا إحنا عبارة عن الأفكار اللي بتدخل براسنا المعتقدات اللي بتنخلق فينا الأحاسيس اللي بنحسها الكلمات اللي بنحكيها لأنه الكلمات اللي بنحكيها is very powerful وهي اللي بتشكل كياننا وطبعا الأكشن اللي إحنا بنعمله فهلأ ليتلي يعني من عشر ستين وجاء لما بلشت أفكر إنه إيش كان السبب ورا كل إشي إحنا بنعمله بتعرف شي سائد لما إحنا بنعمل شي ما بننتبه أحيانا إحنا ليه بنعمله لكن لو إحنا بنفكر ليه أنا هون وليه أنا بعمل هيك وشو اللي جابني هون بفهم أشياء كتير ممكن أفهم إنه هذا المكان مش لقلي بالمرة وأرجع أطلع من هذا المكان وأبلش الإشي اللي أنا فعلا من جواي بحبه هلأ ليتلي لما بلشت أفكر ليه أنا هون وإيش اللي أنا واجهته بحياتي رجعت لحد ديت ما كنت طفلة صغيرة بلش عندي التحدي من لما كنت كتير صغيرة من قبل ما بابا يتوفى بابا توفى وأنا عمري ست سنوات إحنا كنا بالسعودية وبابا كان بيشتغل رئيس التفتيش التربية والتعليم فكان منصبه كتير منيح وكانت العالم كلها بتحبه لحد هلأ لما بقابل بابا حدا من صحاب بابا لإقدام كتير بيحكولي أشياء كتير حلوة عنه بس بتذكر إنه أيامها كان فيه أشياء كتير كانت بلشت الأفكار إنها تدخل جواي أو تدخل جوا عقلي من وأنا صغيرة وتتربى من وأنا صغيرة يعني مثلا إنه أمي مثلا أعدت ما كانت بتنجب لمدة 13 سنة وأبوي كتير مشهور ومعروف ومحبوب فهاي بالنسبة لإلهم كانت إشي كتير كبير إنه يخلفوا وat the same time بنفس الوقت كانت تحدي لأمي إنه بابا ما يروح يتجوز وحدة تانية عشان يخلف وبتعرف كيف العقلية ويجيب ولد يورتك والحكي هذا كله وبكون أصلا في ضغوطات كبيرة من المحيط إنه لا روح يتجوز بالصبت فإنه كمان بعد 14 سنة أو 13 سنة بتيجي وتيجي بنت فبالنسبة لإلهم ماما طبعا فرحت كتير وبابا فرح كتير بس بالنسبة للمجتمع كان بيدور وين الولد اللي بده يورت لإنه علي عيسى إشي كتير فخم ولازم يكون فيه وراء رجل أو ولد فبلشت أكبر وأنا بسمع هاي الكلمة يعني حتى وأنا صغيرة بس لو كانت ولد بس لو كانت ولد وبلشت هاي الكلمة وعد فكر إنه حتى وإحنا أطفال صغار هاي الكلمات ما بتضلها جوانا بتضلها بتأثر جوانا وبتضلها إشي جوانا فكبرت وأنا عم بسأل حالي إيش الفرق بين الولد وبين البنت ليه إحنا بنحكي ولد وبنحكي بنت طب إذا المجتمع هو اللي أعطى إنه لازم هو الأب بس هو اللي بيعطي اسمه لابنه أو الذكر بس هو اللي بيحمل الاسم طب يعني هاي غلطة مين مش غلطة حدا هل في فرق بين الرجل وبين الامرأة ما في وبعدها بلشت إنه أنا بكبر هديك اليوم كنا قاعدين بنحكي فكنا بنحكي على السيارات وعلى السبق والحقش أنا بحب السيارات السريعة فكنا بنحكي فبقولهم بتذكروا أنا عمري خمس سنين ست سنين هاي كانت كتير ارتبطت فيي إنه كان فتح معرض سيارات جديد بالسعودية لفراري فبابا كان رايح يشوفه هو وصاحبه صاحبه ماخد معا أولاده أولاده بعمري فهما عم بتفرجوا على السيارات وهيك فبتعرف كيف الأطفال بقعدوا يتحدوا بعض فهما بيحكوا آه هاي سيارتي أنا بحكي هاي سيارتي هاي سيارتي فبطلعوا فيي كان بتذكرهم واحد اسمه جهاد وأيمن فبيقولوا أنت ما بتقدري تشتري هاي السيارة هاي مو للبنات هاي بس للأولاد فبقولهم ليه يعني فبقولوا إنه هاي سيارة سريعة البلاد كلهم بركبوا السيارات البطيئة والشباب هم اللي بركبوا السيارات السريعة يا سلام فأنا اللي هو يا سلام لا وبعدين فرجت على بابا اللي هو دايما بالنسبة للي المثل أو الإشي اللي بيعطيني أو النعم أو اللا يعني فبقول له بابا بقدر مزبوط بقولي طبعا حبيبتي بتقدري قلت له والبنات كلهم بقدروا صح يا بابا قال لي والبنات كلهم بقدروا حبيبتي فبتذكر سعيت هالضحكة اللي كانت على وجه بابا والكونفرميشن اللي أخدتها منه إنه يس يو كان هاي فكانت بالنسبة للي إنه إنه لا بقدر لا بقدر من هون بلشت وبعديها أشياء كتير يعني عارف إنه إنه حتى بعد ما توفى البابا فكن دايما أدخل ألاقي ماما عم تبكي ماما عم تبكي فبعد شهر شهرين ثلاثة وستل ماما لسه عم تبكي تفرجع صورة بابا وتبكي فإنه كنت قعدت أفكر وأنا صغيرة يمكن عمري شي سبع سنين إنه ليه ماما عم تبكي يمكن لإنه كنت أشوف بابا بدخل بيعطيها مصاري ماما كانت تمسط فإنه يمكن عشان هيك فقعدت أفكر إنه كيف بقدر أجيب مصاري وأنا بالرياض كنا عايشين بعديها بمنطقة يعني إنه مش سهل إنك تقدر تطلع وتروح وتيجي يعني وهذا الحكي بقوائل السبعينات يعني فقررت إنه أروح أعمل مشروع وأجيب مصاري عشان أعطيها لماما عشان ماما تبلش تبطل تبكي وإنه خلص ما تصير تبكي مرة تانية فروحت أعملت آيس كريم وأخذت هذا الآيس كريم وروحت وقفت بره باب البيت عنا وصرت قلب بيعوا لأولاد الحارة يعني إنه هاي آيس كريم وقصة زي هيك فرجعت لماما مكيف عحالي معايش 12 ريال أو إش زي هيك وإنه زي ما عم بعطيها إياها أكلت أتلة يومها لا بنساها أبدا وتذكر ماما قالت لي إنه أنت فكرة حالك ولد فكرة حالك شاب عم تطلعي بره بالشارع وإنتي بدك تتبحيني إنتي بدك تقتليني فوتي هون انطبي ممنوع تطلعوا ممنوع تعملوا وإنتو وصارت تبكي أكتر فكل هاي الأشياء هي اللي بتخلق مين إحنا هلأ ما بتخلقها يوم أو اتنين أو تلاتة هي بتخلقها الأفكار اللي إحنا بنحطها جوه حالنا منه إحنا صغار كيف تربينا إيش التحدي اللي إحنا واجهناه إحنا صغار يعني مثلا بشوف ناس كتير مثلا عندهم لما تيجي تحكي لهم مثلا أو تحكي مثلا قدامهم المصاري منيحة لا طبعا المصاري مش منيحة المصاري هاي بس مع الناس صحيح في ناس كتير عندهم اعتقاد اكزاك لهاي مع الناس اللي بتكون عندها جشع وطمع وهدول بيموتوا لحالهم هدول ما حدا بيحبهم طب من وين جابوا هاي الأشياء كلية والأفكار هاي كلية جابوها لأنه تربوا على هذا المعتقد المعتقد كيف أخدوه أخدوه من أهليهم هو بيكون الأب بسيط جدا عشان يضلوا ياخد حب أولاده فما بيقدر يقول لأولاده أني أنا مش قادر أعملك مصاري كتير فبيحكي له يا بابا هدول الناس مش مرتحين انت فكر اللي معهم مصاري هدول مرتحين والله يا بابا عندهم مشكلهم عندهم هدول بالعكس بشكلهم أكتر احنا ما عنا فلوس بس احنا مبسوطين احنا ما عنا كذا بس احنا عشان يرضي ابنه بس بيرضيه من غير ما ينتبه بمعتقدات خاطئة ما فيه إشي غلط من انه احنا نحترم المصاري لأنه بالمصاري احنا بنقدر نساعد الناس اللي حولينا بالمصاري احنا بنقدر نعمل اللي بدنا إياه بالمصاري بنقدر نعيش حياة كريمة وبالعكس نساعد اللي حولينا انهم ما يعيشوا حياة كريمة فهي بداية كانت من وانا كتير صغيرة لما قالوا لي انه انتي ما بتقدري عشان انتي ولد انتي مش ولد فربيت على انه لا بقدر بدي اكون زي ما انا ما بدي اكون حسن صبي وفي نفس الوقت بقدر فمن هون ابتدت الرحلة تاعتي هي كانت رحلة منه وكتير وانا صغيرة بس اللي خلقتها وانا شاكرة لالها هي الظروف اللي انا ربيت فيها يمكن احنا ما بيكون لنا يد فيها في معظم الاحيان يمكن تصير اشياء معانا في الحياة احنا ما نتحكم فيها ولكن دايما في عندنا كنترول على الرياكشن تبعنا كيف احنا منتفاعل مع هاي الظروف يعني زي ما تفضلتي حضرتك وفاة الوالد الله يرحمه هي مقدرة من عند رب العالمين احنا الواحد ما ايله فيها يعني ما بيقدر يمنعها او يغيرها بس شو بتعني لي هل انا اتدمر بسبب موقف سلبي صار معي او انه هذا يكون عتبة اطلع فيها لقدام وابلش مرحلة جديدة ابلش يعني باسرار زيادة على تحقيق هدفي ومش كل الناس بتقنوا فن التعامل مع الظروف بالطريقة هاي مزبوط لانه احنا دايما متعودين نقول انه الحدث بيصير احيانا كتير بيصير فيه اشي بس اللي بيقدر يحكم الاوتكم او النتيجة اللي احنا بنوصلها هو الرياكشن تاعنا او طريقة تفاعلنا مع هذا الحدث يعني مثلا اذا توفى البابا اشي الرياكشن اللي احنا اخدناه هو اللي بيعطي النتيجة اللي بنوصل لها هذا كتير مهم يعني حتى انا عادت فترة كتير طبعا كاي طفل بيشتاء للأب وبيشتاء انه ما كان في حياتي خصوصا انه احنا ربينا لا في أب ولا أخ ولا عم ولا خال فما كان فيه العنصر الذكوري بحياتنا بس الحمد لله الله عوضني اعطاني شابين بجننه يعني الله خليك اياهم يا رب فكت دايما افكر لو بابا كان موجود هل كنت رح اكون اللي انا هلأ موجودة فيه او هل كنت رح امرأ بنفس التجارب الرائعة سواء او داون اللي انا ما رأيت فيها ما اظن فكل اشي بيسير علشان يخلق من احنا في الوقت الحالي اكيد وست ايمان بصراحة يعني بدأ اكون صريح للغاية معك وانا عم بجهز للمقابلة وبطلع على البروفايل الرائع على ايمان مطلق كنت محتار كتير عن شو رح نحكي خلال المقابلة لانه ما شاء الله يعني في عندك الرينج واسع جدا من الخبرات والمبادرات والاشياء اللي عم تعمليها ابتداء من البيزنس الامور الفاينانشل المالية الاستثمارات الى تسلق الجبال الى السباقات يعني من وين الواحد يبلش كنت محتار بصراحة ولا لما خبرتيني انه رح تحكي لنا اشياء يمكن ما ذكرتها اعلاميا قبل هيك تحمست زيادة للحوار معك اليوم بس لمستمعين اللي ما بيعرفوا قبل هيك ايمان مطلق او ما عندهم فكرة على البيزنس تبعك لو لمحة سريعة تعطينا عن البيزنس اللي حضرتك بتقوديه حاليا في الاردن وفي العالم حتى نشوف البنت الصغيرة اللي كانت تتبيع ايس كريم في باب البيت الان وين صارت تعويت احكي انه في طريقتين للحياة طريقة اللي او الطريقة اللي انا بكسف فيها اه وبعيش فيها والطريقة اللي دوي دات اي جيف او كيف برد للمجتمع اه بالاعمال اللي انا بعملها هلا الفكرة ليه احنا بنعمل هيك ازا احنا اخدنا وما اعطينا بنصير زي البركر اللي ما فيها حركة لكن لما احنا بناخد وبنعطي في نفس الوقت هيك بنصير زي الشلال بتصير حتى المية عندنا متجددة فهذا هو الايمان اللي انا الايمان المطلق اللي موجود عندي صراحة لما كتبت على جوجل ايمان مطلق غير الريزولتس اللي طلعت عن البروفايل الشخصي لحضرتك لفت انتباهي انه كان في بعض المواقع بتحكي عن الايمان المطلق از ابسلوت فيث يعني عم بحكي بينه وبين حالي اكيد الست ايمان عندها ايمان مطلق بالنجاح وإلا ما وصلت مزبوط فالفكرة انه اللي هي انا شغلتي تحليل الشركات وبنقدر انه اعداد القوائم المالية يعني شغلتي هي عالم المال ابتدأت صغيرة كتير زي ما كت دايما بحكي وعمري 14 سنة بالبزنس وعمر 18 سنة كان عندي اول شركة فتحتها وطبعا الحياة ورجتني فوق والتحات وعاملت مصاري كتير ورجعت خسرت كل المصاري ولما بحكي خسرت هي مش خسارة كانت بداية انطلاقة كمان جديدة عشان اقدر اكون احسن عشان اتعلم افضل عندي ايمان كتير قوي انه ما في اشي اسمه قرار فاشل ما في اشي اسمه نقطة ضعف ما في اشي اسمه اشي مش منيح صار لنا كل شي بيصير بالحياة اتمنت به هو صار لهدف بس في ناس بياخدوا وبيتطلعوا منين اقدر ااخد هذا اللي صار معاي وامشي فيه لقدام بطريقة افضل وفي ناس بعدوا بيحطوا ايدهم على خدهم بعدوا يبكوا بعدوا وليش صار معي وبيعيشوا بدور الفكتم وانا دايما هيك حظي وانا دايما هيك ما بتطلعوا انه وراها في اشي كتير منيح بدو يصير خلينا نستنى ونشوف ايش رح يجي من وراها فبالنسبة للي ما اظن انه فيه كان قرار فاشل وما اظن انه فيه كان فيه اشي مش صح صار معاي بحياتي لانه كل اللي صار معاي سواء الاشياء اللي نزلت مني دموع او الاشياء اللي حطت ابتسام مع وجهي كانت لسبب وكانت لسبب رائع يصير بحياتي فشغلتي هي انه اساعد الشركات كيف بيقدروا يعملوا او انه معادلة انه يحطوا البزنس تباحهم باقل مخاطرة ممكنة وفي نفس الوقت كيف يقدروا يستسمروا اذا عندهم فائد من الماد من المال هذا اللي انا بحب اعمله والاشي اللي انا بشاطرة فيه ولفت انتباهي على الويبسايت تباع حضرتك انه كاتبة money is my game المصاري لعبتي مزبوط لانه اللي بيحب المصاري وبيفكرها انها اساس لحياته او انه هو الفاليو تبعه قدي عنده معناه هو كتير غلطان هي المصاري هي مجرد انها لعبة هي من وين عم تاخدها ووين عم بتحطها ولا مين عم تعطيها ما في حدا اخد دينار وضلوا الدينار بيده الدينار لازم ينتقل لحدة تاني يا رح يروح للخبز يا رح يروح للبنزين يا رح يروح لحدة تاني المصاري هي ايدينا هي وسيلة نلعبها حلو هاي هي فهاي هي الطريقة اللي انا بعيش فيها حياتي the way that I give اللي هي كتير بتفرح قلبي وكتير بحبها وكتير I enjoy it اللي هي the way that I give back to community انا معلمة مع the art of living وفي نفس الوقت انا رئيس الجامعية الجامعية الدولية للقيم الانسانية الجامعيتين هما الفاوندر تبعهم هو شري شري رافيشانكر هو مؤسس الجامعية تبعية the art of living والجامعية الدولية للقيم الانسانية عن طريقهم اتعلمنا انه السعادة مش بالاخد السعادة هي بالعطاء لما تعطي الانسان اللي قدامك مش العطاء الناس بتفكر انه انت روح اعطي طبعا اعطي المصاري اللي عندك العطاء فيه اثمن من هيك بكتير بتعرف ايش هو العطاء الوقت لانه المصاري انت هذا ايش بتقدر ترجعه وتقدر ترجع تعمله كتير ناس خسرت فلوسها وترجع تعملها من اول وجديد بس فيه حدا ضيع وقت ورجعه مرة تانية الوقت اللي بيروح ما بيرجع هذا الاشي الوحيد اللي انت ما بتعوده فلما تعطي اثمن شيء عندك هو وقتك فالعطاء هو العطاء بيجي من القلب من الوقت هذا الاشي اللي احنا بنقدر فعلا نعطيه هو الاشي اللي احنا ما بنقدر نعوده اكيد فحتى دايما العطاء لما تعطي ما تعطي الاشي اللي انت ما بتكية اعطي الاشي اللي انت فعلا بتكية عشان تحس بفرحة من قلبك فعن طريق العطاء قدرنا انه انه احس بالنجاح ولما احكي كلمة نجاح بحسها فعلا من قلبي لما شفت نجاح اخر فترة عملنا نجاح وسابورت لاربعمية امرأة بالعراق فكنت كل يوم واحنا عم نعطيهم واحدة من القيم اللي انت ما بتعطيهم اشي مش موجود عندهم كلنا عندنا نفس القيم بس في ناس مع مشاغل الحياة ومع الظروف اللي بمرؤوا فيها بنسوا هاي الاشياء الجميلة اللي موجودة جواهم فلما بيكون عندك فرصة انك تورجي الاشياء الجميلة اللي بداخل كل واحد لنفسه انك تكون مراية بس انها تحطه قدامه انه يشوف قديه هو جميل وقديه فيه اشياء حلوة جوة يشتغل عليها اكتر عشان ينميها اسرع ويرجحها مرة تانية هذا الاشي اللي بحسه فيه على النجاح طيب واحنا بنحكي عن النجاح هل في عندك تعريف محدد للنجاح او لو تخبرين لما بديتي في البزنس كان عندك تصور معين شو هو النجاح والان بتوقع يمكن اختلفت الامور الان ما هو تعريفك للنجاح هلأ لما كنت صغيرة كان تعريفي لنجاح شيء مظبوط ومع الوقت كبر هذا الشيء عشان يسبت انه هو مظبوط نفس الشيء لما كنت صغيرة كان تعريفي للنجاح اني اقدر انجح واكون امرأة زي الرجل هذا وانا صغيرة وانا عمري 14 سنة اني انا انجح وادفع مدرستي من غير ما احتاج حدا يجي يدفع لي اياها انه انا انجح واصرف على حالي من غير ما حدا يصرف علي اني انا انجح اجيب سيارة من غير ما حدا يجيب لي سيارة انه اتعلمته احنا بسن الصغير سن السبعتاش الثمنتاش انه حبيبتي انتي بتك تتعلمي عشان تكوني حلوة وتتجوزي واحد وهذا الواحد هو اللي بدك يجيب لك السيارة وهو اللي بده يجيب لك الفستان وهو اللي بده يجيب لك شوية على جوزك او على اخوك او على ابوك عشان يروح يجيب لك اياها سو هاي المعتقدات انه علمتني كمان مرة انه لا تقدري توقفي قدام لمرأة ايمان وتتدلل لي عحالك وتقول لي ايمان روي اشتري هاي الشنة تقدري تشتري هاد الشيء تقدري تجيبي هاد الشيء فانه اي كان فالنجاح بالنسبة للي هو ان انت تقدري تعيش الحياة اللي انت بدك تعيشها بارادتك فهذا هو النجاح النجاح لا هو وصول لمنصب ولا هو تجميع عدد او كم من المال ولا هو انه انت تكون بجسم مودل ولا تكون بمعروف ولا مشهور ولا اقوى سيدة ولا اشهر سيدة ولا نهائيا مش هاده هو النجاح النجاح انه انت يكون عندك القدرة انك تعيش الحياة اللي انت بدك تعيشها يا سلام حبيت التعريف هاده هو النجاح واكيد كل انسان ناجح ما نولد ناجح من البداية او كل انسان حقق انجازات الا ما يكون مر بلحظات فشل احباط تحدي ايش ما بدك تسميها وبتخيل في مسيرتك في بعض المواقف اللي لازالت لما نحكي تحدي احباط تبرز بذهنك وبدنا هيك تخبرينها عن واحدة من هاللحظات المهم كيف تعاملتي معها وشو تعلمتي منها انا دائما بحكي بالبرنامج وبسأل كيف حولت المحنة لمنحة مزبوط بس يعني كمان مرة برجع رح احكي شغلي يعني اكيد بس برجع بقولك انه كل اشي بيصير معانا بيصير لهدف بيصير لواقع بيصير لاشي انه وين بدنا نكون هلأ بالتسعة وتسعين كان عملي ناجح جدا 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 وكنت كتير ناجحة يعني مزبوط بعملي وفي يوم زي ما بيحكوا دائما ما في ضوء امر بس هذا كان اليوم اللي بالنسبة للي هو كان هلأ لما بتفرج لورا برجع بقول انه هذا كان اليوم اللي كان فعلا بداية حياتي او كان بداية اني اكتشف ساعاتي اللي انا فيها في الوقت الحالي اه خسرت كل الفلوس زي ما بيحكوا او المصاري اللي انا عملتها بهذا الوقت كنت عايشة بمصاري كل شيء كل شيء بني زي ما بيحكوا يعني بتحكي من انسان كان يمكن كان معي اضعاف اللي كان معي هلأ بس ما كان عندي سعادة لاني ما كنت عارفة مين انا والهلأ يعني عم بدور مين انا يعني اه ولا كنت عارفة اه ليه 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 احنا عم دشتغل كنت عم بشتغل من الصبح للليل اه عم بجمع فلوس عم بجمع نجاح ورا نجاح عم بجمع اه من مكان لمكان من بزنس لبزنس وعم بعمل اشياء كتير منيحة وشغل كتير قوي بس في يوم انه زي كانه الله بيقول لي ايمان ابدأي من اول وجديد عشان تفهمي النجاح وين وبرضو هون برجع بقولك اللي ببني نفسه بنفسه وما بيستنى حدا يبني بيعرف بسرعة لو راحت منه كل الفلوس انه يرجع مرة تانية او راح منه النجاح يرجع مرة تانية يبني اشي افخم من اللي عمله زي ايش اسمها اللعبة الليجو لما انت بتعرف كيف تبني بيت ارجع فكفكو اول مرة قدي بياخد منك وقت ارجع ابنيه مرة تانية رح يطلع احلى ورح يطلع ارتب ورح يطلع اسرع فهذا اللي صار معاي لما طلعت من مصر اجيت على الاردن اجيت ما كنت بعرف حدا بالمرة ما كان عندي حدا بالمرة هون ولما اجيت بتذكر انه حتى ما كان عندي مصاري وكان عندي مسئولية كتير مهمة انه كان عندي ولدين وامي وانتي مسئولة عنهم نعم كاملتا تكتشفي طريقك بهالمدينة الجديدة اللي ما بتعرفي فيها احدا مزبوط بتذكر ايامها كنت اجيت برمضان وكنت افطر على علبة التونة ما كان عندي حتى فلوس اني اشتري اشي بالمرة بتذكر انه كنت ساكنة بمكان كتير بعيد وعشان اروح على المكان اللي كنت بدي اشتغل فيه كنت اخد تكسي وكانت تضلها عيوني على العداد انه اتفرج لحد ديه ما اعد المساري اللي بيدي لما تخلص اقول له thank you شكرا وانزل من التكسي واكمل على اجري ماشي مع العلم قبلها بشهور كان معاي سيارات اخر موديلها فبس لما طلعت طلعت وفيه براسي قرار واحد اني انا ببدأ من اول وجديد اني انا ما رح اطلع ورا اني انا اليوم ابتديت حياتي وفعلا كل الناس اللي عرفوني ايامها كانوا بيستغربوا ايمان كيف قادرة انه من شهرين كنتي او من ست شهور كنتي معاكي كزا وكزا 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 وهلأ لما عم تبدأي من اول وجديد بتذكر اول سيارة اشتريتها كانت سكودا وبالنسبة للي زيك انها اول سيارة بحياتي اشتريها هون لما اجيت على العمان وانه هاي السيارة يعني انه كيف عم بدي اخسلها بنفسي وكيف بدي ارتبها وعم بشتري لها ميداليا كان اللي بيشوفني ولي مستحيل هاي اول مرة بحياتها بتركب سيارة او بتشتري سيارة بس حسيت احساس البداية لانه اذا احنا قعدنا وحطينا ايدنا على خدنا وانا كنت وكيف هذا يحكي معاي هيك والايغو الايغو يبلعب دور الايغو الكبير كتير هذا اللي بوقفنا انا كنت وهذا كان لما يجي يدخل عندي يوقف بالساعات عشان ياخد موعد هلأ بيجي بيحكي هيك وابتديت ايمان اللي ما معها غير دينارين هلأ اربع دنانير صاروا هلأ تمن دنانير طب كيف تعمل يوم ستاشر دينار كيف بقدر ابدأ من هون ايش بقدر اعمل هون ايش بقدر اسوي هون وابتديت من اول وجديد فهاي بالنسبة للي كانت لحظات سعادة بحياتي لانه علمتني انه انه بقدر وانه الناس اللي بيقولوا لك والله الحظ هو مش حظ احنا منصنع الحظ نعم هذا اكيد منصنع الحظ يعني احيانا بعود بتفرج على على مثلا واحدة مثلا بتيجي تحكي معي او واحد بيجي بيحكي لانه انت انتو اللي معاكو مصاري او انت اللي معاك مصاري ما بتحس باحساس اللي ما معاهو مصاري مش طبيعي مش صح لانه انا كان في يوم الايام ما معي مصاري بس قررت انه يكون معي مصاري سو هو قرار احنا بناخده اذا كنت اعيش اه بهذا المكان او اني اكبر بهذا المكان او اني اكون بهذا المكان هو قرار لما انا بصحى الساعة خمسة الصباح واقعد افكر كيف بدي نهار يكون كيف بدي شغلي يكون اه لما بقوم زابطة معك كل يوم على الخمسة على الخمسة ولا لانه نعم خلص بيكون لي زيك انه الارم داخلي هو اللي بيصحيك صار جزء منك نعم صار جزء مني اني اصحى لاني مش تاقى اني اكون مع نفسي يعني هدول الساعتين ما حدا بيقرب لقلهم معروف عندي في البيت انه من الخمسة للسبعة هدول it's my time يعني اصدقاء الرياديين في كل مكان احنا دايما منسمع المقول اللي بتحكي في ناس بيناموا عشان يحلموا بالمستقبل ويحلموا بطوحاتهم وانجزاتهم والاشياء اللي حابين يعملوها وفي ناس بيصحوا بكير عشان يروحوا يحققوا هاي الاحلام فيبدو انه ست ايمان المطلق من النص اللي بيصحى عشان يحقق احلامهم ما بيظل نايم ويحلم مضبوط زاد بالالفين وسبعة كان معاي اذا بتعرفوا هو كاتب اسمه روبين شارما اكيد طبعا روبين شارما كان واحد من الناس اللي انا قرأت ليهم كتابهاي برضو كانت قصة كتير حلوة واحد صديق لقلي بيشتغل بيشتغل زيه معلم للارتوف ليفينج اسمه مبادة مبادة في يوم الايام بقوله انا طالع على الهند رايحة عشان ادرس هناك كيف اقدر اكون اكتر حبيت الارتوف ليفينج وبيدي اعرف اكتر كيف اني ادخل اكتر بهذا المجال فكنت ايامها شارية سيارة فبيقول لي ايمان بس ما تطلعي زي دامانكو سولديز فراري فبقول له شو اصدق بقول لي مش تروحي على الهند وتروحي ترجعي تبيعي سيارات سيارتك ومش عارفة شو الحكي قلت له مفهمت قال لي هذا كتاب نازل اسمه سافرت على الهند هذا كانو انا بطريقة على المطار سافرت على الهند وانا طالع من المطار لقيت فيه مكتبة صيرة ولقيت الكتاب بوجهي فحسيت انها او حسيت انها رسالة دايما احنا بنكون مش اوير بالرسائل اللي الله بيبعث لنا اياها من غير ما ننتبه انا كتير بحب لما توصلني رسالة زي هيك اني ااخدها فروحت اشتريت الكتاب وروحت على الاشرم بالبنجالور وقضيت شهر كامل انه عم بتعلم انه كيف انه احنا نشيل الايجو تبعنا كيف نتعلم انه احنا ان نعيش اللحظة اشياء كتير اتعلمت هناك ما تعلمناها بالمدارس ولا بالجامعات وانا راجع قررت اني اقرأ الكتاب الكتاب كتير عجبني وحسيت انه لمس شيء جواي او علمني شيء دورت مين المؤلف الكتاب لقيت مؤلف الكتاب اسمه روبين شرمة بلشت ااخد صورته احطها على الديسكتوب عندي على اللابتوب صار كل ما حدا يسألني مين هذا ايما اقولهم هذا المدرب الشخصي وانا ما بعرف اصلا اذا هو بدرب ولا لا وبلشت ابعت له ايميل اني انا حابة انه تهيرهم انه يكون ماي كوتش ما رد على الايميلات بس عرفت انه عنده ووركشوب كان بلندن عفوا بالهند سافرت على الهند علشان خاطر اقابله وقوله انا بدي اياك انك تكون ماي بيرسونال كوتش وفعلا يومها انه لانه لتفرج علي كان بتحك لانه كان يومها اجري مكسورة ومحطوطة بالجبس ورايح عارف كيف عم بارج وصافرت وانا عم بقوله انه فعم بتفرج علي بقوله اه لاني عرفت انت هون فاجيت لاني بدي اياك تدربني فنظرة التحدي اللي كانت موجودة بعيوني والجوع للمعرفة خلته تقول لي يس انا موافق وببدأ معك من اليوم مظبوط وكنا يوميها بالطيارة راجعين اخدت اول درس معاه كنا بالطيارة راجعين كان هو رايح على دبي كان عنده ووركشوب عمان وابتدت مسيرتي معا تعلمت منه اشياء كتير اول اشي تعلمت منه انه اصحى احقق احلامي في الوقت اللي الناس لسه نايمين فيهم بحلموا فكانت هاي بالنسبة للي وقفة مظبوط انه اذا انا بدي احقق حلمي لازم اصحى والناس نايمة عشان اقدر احقق حلمي من هون اجا صحية الساعة خمسة وهاي اسمها اه اه نادي الساعة خمسة فكل حدا عم عم بنضم للنادي فبقول له اهلا وسهلا فيك في نادي الساعة خمسة والله انا اللي فترة عم بحاول انضم للنادي بصراحة لانه الرياديين ما شاء الله اللي عم بقابلهم بسأله شو سبب نجاحك عادة بيكون بحياته انه بصحى بكير انه دايما يعني على الخمسة فيه ناس على الاربعة بتصحى هذا الاشي احنا مش متعودين عليه بطبيعة حياتنا العادية احنا يبدو انه منبلش الانهار وبكل الانهار اريد يبلش وسبقنا فمنكون طول الانهار عم نلحق مش يعني وكأنه راحت علينا الفرصة هذا اليوم فيمكن الواحد لما يصحى بكير بتمكن انه فعلا يمسك بيومه من جميع الاتجاهات عشان يمشي هاليوم لوين ما بده هنا رح نتحدث كمان شوي عن العادة الشخصية اللي ساهمت بنجاحك الاساسية بس ايمان بس طالما حكينا عن الفشل وخسارة كل شيء اكيد كل انسان ناجح الا ما فيه بحياته لحظات مشرقة لحظات انجاز بوقف فيها على القمة بقمة السعادة والفخر فش رايك تشاركي معنا واحدة من هاللحظات اللي حسيت فيها بالفخر والسعادة برحلتك ريادية بتعرف سائد كل يوم بحياتنا فيه فخر وكل يوم فيه انجاز واذا مرأ يوم انت مش فخور ومش مبسوط بادائك اليومي معناها هذا يوم من حسب من عمرك بمعنى بالشغل دايما بحكي مع مع زملائي بالعمل بقولهم اذا مرأ عليكو يوم ما اخترعتو فيه جديد او جبتو فيها فكرة جديدة او حسيتو انو انتو اليوم انجزتو اشي ما نعمل قبل هيك معناها احنا اليوم هذا مرأ علينا ما اشتغلنا ما بنستحق ان نتقاض عليه راتب ما بنستحق انو احنا انقول انو احنا اشتغلنا اليوم اشي الشطارة انو مش انت تعمل الاشي اللي عملوه غيرك الشطارة انو انت تكتشف او تعمل شي جديد ما حدا عمله قبل هيك دور على شغل جديد انو انت تعمله ما حدا عمله قبل هيك وقفتني ورن بافت دايما بيحكي بيقول اطلع من السوق لما يكون الكل جريدي وادخل على السوق لما يكون الناس كليتها خايفة وجبانة فدوروا وين العالم هذا بالبزنس تبعي لحنا بمجال المال دوروا وين الأماكن اللي الناس عم بهربوا منها وخايفين منها ودوروا كيف بتقدروا تصنعوا شيء جديد تفخروا فيه بعد أربع خمس سنين هذا بالنسبة لإلنا الموتف أو الإشي اللي بيحركنا كل يوم أنه ما نمشي مع التيار مش بس ما نمشي مع التيار كيف أنه أنت تكون مميز كيف أنه أنت ما تكون بس عم تلحق بالعالم فكل يوم بالنسبة لإلنا يوم فيه إنجاز كل يوم بالنسبة لإلنا فيه تميز الإشي اللي خلاني كتير أنه فخورة فيه برضو لأنه لسه جديد على ذكرتي بالعراق وأنا عم بتفرج على نجاح الستات اللي كانوا عم نعطيهم الدعم عم نعطيهم القوة عم بنقولهم إنه أنتو بتقدروا واحدة من الستات كانت تجربتها أو تجارب كلهم كان عندهم قصص تجاح كتير حلوة واحدة منهم أول ما قابلناها ونققناها كانت عشان إنه نساعدها إنها تلاقي عمل في البنك وهيك كانت لما تيجي تحكي تحكي وعيونها بالأرض بتصبصب عرق خايفة حاسة بقهر حاسة بظلم حاسة عايشة دور الفيكتم عايشة إنه هي ما بتقدر ما بتعمل بعد ست أسابيع كانت وقفة على الستيج وهي عم تحكي الأول اللي عم تحكي فيها عم بتفرج عليها إنه مالله يعني الطريقة اللي عم تحكي فيها البادي لانجج السعادة اللي موجودة عندها الإنجاز اللي عملته بهالست أسابيع بعيلتها بولادها بالمجتمع بالشغل اللي جابته كان عن جد إشي مبهر عن جد إشي بيخليك تحس إنه أنت فعلا عملت إنجاز يا سلام ندير بالك أنت لما بتعلم إمرأة أنت بتعلم أسرة كاملة لما بتعلم رجل أنت علمت رجل أنا ما بقلل طبعا من قدر الرجل الرجل إشي كتير عظيم هو نص المجتمع هو أبوي هو ابني فالرجل هي إشي كتير فخم بس أنا بقولك كتعليم إذا أنت علمت إمرأة الإمرأة هي اللي بتعطي المعرفة لولادها هي اللي بتعلم كل ناس حوليها هي اللي بتعطي لعيلة كاملة فنظرتي لهاي البنت أنا عم بتفرج عليها وهي عم تحكي على كم واحد أثرت اللي تعلمته مني ومن زملائي اللي رحنا كله تعلمناها كم واحد أخدت يعني أخدت مننا هذا العلم لكم واحد قدرت إنها تنشره فهذا بالنسبة لإلنا كان كتير إنجاز وكتير كتير إشي أثر علينا يعني كليتنا أكبر تحدي واجهنا بتذكر هلأ ببغداد لما كنا نروح على البنوك هي كانت البروجيكت اللي إحنا عملنا إنه أنا من خلال عملي عندي بزنس كتير بالعراق فكنت لما أروح أتفرج على البنوك أتفرج ألاقيهم إنه السيدات مش ماخدين لا منصب ولا ماخدين رواتب منيحة فدرست وضحهم لقيتهم معظمهم المطلقات والأرامل اللي رواتبهم فعلا ضعيفة جداً كيف كنت مستغربة كيف بقدروا إنه هما يصرفوا على عائلتهم فروحنا جبنا الجامعة الأردنية الجامعة الأردنية سافرت معنا إنهما يعطوا ديبلوما لهدول الستات وعملنا م او يو مع البنوك إنه بعد ما أدرب وأعطي ديبلوما لهدول السيدات بتحطوهم بأماكن يعني أحسن وبتعطوهم رواتب أفضل واحدة من التحدي اللي واجهته كانت مديرين البنوك في بغداد مثلاً واحدة من الأماكن أو المدن كان بيقول لي أنت ليش جاي هون إيش هدفكم أنتوا جايين عشان تخلوا الست تنمرض علينا وتتنمرض على الواقع وجاي تخلي الستك والراس علينا أنت جاي تقويها علينا فكان المفهوم خاطئ قلت له لا يا عمي أنت تاخدي مننا القوة وتعطيها للست يعني تسحبي مننا الباور وتعطيها للست قلت له لا يا عمي مش أنت بتقول إنه الست ضلع منك أنا جاي هون عشان أقوي ضلعك مش مش عشان أقويها ضدك يعني سعلاً مفهوم ونظرة رائعة الست هي جزء منك هي إمك هي أختك هي بنتك هي جزء من حياتك يعني بالعكس الاحترام هذا شيء أساسي بين كل الناس مش بس بين الست والرجال لو ما في احترام معناها ما في علاقة أصلاً فإنه بالعكس إحنا بنعلمهم أكتر يحترموا بنعلمهم أكتر إنه يكونوا كيف يقووك كيف يدعموك مش عشان يقو عليك أو يقوو ضدك فالمفهوم خاطئ تماماً إنت ما عم بتقوي إمرأة أو بتقوم باور ومن عشان تسحب الباور من الرجال بالعكس لكن شو بدها تعمل الست المطلقة أو الست الأرملة أو الست اللي لسا ما تجوزت يعني هدول مش مفروض إنهم ما يعيشوا يعني صح صح ودائماً ما شاء الله عم نشوف باستمرار في واعي زيادة في مجتمعنا عم بصير وبريادة من بلادي إحنا أيضاً من قابل زي ما فيه رياديين رائعين فيه رياديات رائعات ويستحقوا كل الاحترام فعشان هيك أنا سعيد جداً بالحوار معك اليوم بست إيمان وفعلاً حوار ثري ورائع ومرين على محطات مختلفة من الماضي إلى المستقبل واليوم بدي أعرف حالياً شو اللي بشجع إيمان المطلق إنها تصحى على الساعة خمسة لإحنا بنعرف أنه أنت بتصحي على الخمسة بس شو اللي بيخليك تصحي وهل في شيء جديد مقبل عليه فيه مشروع جديد أو شيء معين اليوم بتخططي إن بدك تعمليه اللي بصحيني هو الفاير اللي موجودة جواي يعني النار اللي موجودة جواي إني أعطي النار اللي جواي اللي موجودة إني أنجح النار اللي موجودة جواي إني لسه أكون إنه لسه لسه عندي عطاء اللي عم بفكر فيه مثلاً إنه إيمان بعد سنة يعني بـ 8-7-66 بـ 2016 رح أكون خمسين إيش بدك تعطي هدية لإيمان بعد ما حققتي نجاح بالخمسين بصحيني الشركة الجديدة اللي عملتها اللي هي مع وومن إنجل إنفستور اللي هما مع شركات جداد كيف بقدر أدعمهم؟ إيش بقدر أعلمهم؟ كيف بقدر أعملي لهم كوتشينج اليوم؟ إنه إنك تفتح شركة مع حدا كتير سهل بس إنك تخلي هاي الشركة ناجحة أو تساعدهم على نجاح هاي الشركة هذا هو المسيرة اللي بتكتمشي جوا معهم يعني أي حدا سهل إنه يروح يفتح شركة بس إنه هاي الشركة إنها تنجح وإنها تعمل وإنها تكون مثل هذا الإشي اللي أنت مفروض إنك تشتغل عليه فلما إجينا فتحنا الشركة اللي هي تحت دريم تيك بمجال التكنولوجي مع بنات بيجننوا إنه حبيت أفكارهم حبيت حماسهم حبيت الطريقة اللي هما بدهم يكونوا فيها فكروا العالم إنه الشركة عبارة عن إنه دعم مادي بتروح بتعطيهم مصاري بتفتحوا الشركة وبتوقفي جمهم لمدة سنة بتتفعيلهم مثلا إشي إنه هدا هو النجاح هذا مش النجاح ومش هدا هو الدعم الدعم هو إنه يعني نقف خطوة بخطوة أنا ما بفهم بالموبايل أبليكيشن بس أنا بفهم كيف إنه تمنج شركة كيف يحسبوا البرك إيفن بوينز تبعتهم كيف يجيبوا قدام يحتاجين يجيبوا بالسنة عشان ينجحوا كيف يكون أداءهم إيش الفاليوز اللي بدها تكون موجودة بالشغل كيف بدو يكون عنا أخلاقيات بالعمل إيش هي الأخلاقيات يمكن ممكن ننجح بسرعة بس بأخلاق مش هي الأخلاق اللي إحنا بدنا إياها تكون موجودة حطينا كيف بدنا نتعامل مع بعض إيش هي الفاليو تبعتها كيف بقدر أساعدها عشان تكون ناجحة بمكانها أكتر كيف بقدر أساعد زميلة الثانية عشان تكون ناجحة أكتر إيش اللي متطلبين وبناتنا كليتنا عشان نقدر ندعم بعض فهاي كانت نقطة كتير مهمة إنه إحنا نسح الصباح إيش بنعمل في تعود بسيط بنعمل وهون إحنا بعمان عددنا تقريبا في حدود ثلاثين شخص كيف بنقدر أول ما نيجي الصباح الساعة تسعة نعمل حلقة دائرية إحنا بنسميها حلقة الصلاة إنه كيف بنقدر نقول فيها اللي بيقرأ قرآن أو اللي بيدعي أو إذا مسيحي بيصلي إنه كيف نقدر نكون كليتنا إدينا لما تكون بإدينا بعض ماسكين بحايل حلقة إنه إحنا نكون موجودين لبعض دعم لبعض يعني أنا موجودة هون ماسكين يتسائد عم بقوله أنا هون لإلك وقت ما تكون تعبان تذكريني أنا موجودة وقت ما تكون محتاج إنه تحكي أنا موجودة وقت ما تكون محتاج حدي يدفشك يقولك مش عكيفك قوم بلا كسل أنا موجودة وقت ما يكون في حدا بده يذكرك إنه النجاح هذا ما نعمل بس عشان لإلك نعمل عشان خاطر تعطي للناس اللي حواليك أنا موجودة بندعي بنقول يا رب ديم علينا هاي الصحة يا رب ديم علينا المصاري اللي إنت عم تعطيها لإلنا عشان نقدر نساعد الناس اللي حوالينا وديم علينا وجودنا مع بعضينا فلما بصحة أو الساعة خمسة بصحة وأنا جواي هاي الأشياء كليتها إنه جاي أشارك يومي مع عائلة كتير بحبها جاي أدعم عائلة كتير بحب وبتشرف إني أكون فرد فيها بصحة الصباح عشان أتعلم إشي جديد بصحة الصباح عشان أعطي إشي جديد هذا اللي بصحيني الصبح يا سلام فعلا ما أجمل إنه نكون إحنا دايما مندعم بعض وبمجتمع كل واحد في سند للثاني وسابورت وكلمة دعم أصلا معناها دعامة اللي بتقوم المنزل العمدان اللي بتدعمه ومش دعم مش بالضرورة مادي يكون الدعم ست إيمان كتير الحوار معك رائع وأخذني لأماكن مختلفة هيك كنت بس رحو أنت بتحكي تجربتك رائعة وغنية والآن إحنا في برنامج نوصلنا للجولة السريعة خلينا نتوقف لبريك صغير ومنكمل فتح شبابك عينك حلمك بقى بين إيديك مش عيب إنك تكون إنسان بأي لون مش عيب إنك تكون إنسان بأي لون العيب إنك تكون للغير مدد بديك في كل حلقة من حلقات برنامج ريادة من بلادي رح نكتشف قصة ريادة متميز ونعرف كيف حقق نجاحه كل حلقة رح تعطيكم جرعة مركزة من الإلهام والدافعية للتقدم والنجاح في حياتكم إذا حبيت الفكرة وشايف إنها صادقة ومفيدة لمجتمعنا ابعث لي قصة نجاح أو شارك هاي الحلقة مع أصدقائك يمكن يسمعوا فكرة واحدة جديدة تغير لهم حياتهم للأفضل ويكون إلك الفضل بعد رب العالمين ما أجمل إحساسنا بالمسؤولية نحو أنفسنا وأصدقائنا وبلادنا ست إيمان أهلا وسهلا فيك بالجولة السريعة يعني ألبس ترينيج سوت طالما أنت تحب السيارات السريعة بدنا الأسئلة سريعة والإجابات ملحلة وسريعة زي السيارات السباح شاهزين على طول شو أسوأ قرار تخذتي في حياتك الريادية؟ يعني فكرت مرة لأنه انسألت نفس السؤال مرة قبل هيك وما لقيت له جواب أجين ما في إشي اسمه قرار سيء لأنه كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة كل قرار بتاخده مجرد ما بتاخده بتفكر أنه هو سيء بيعطيك أفضل ما عنده مجرد أنك أنت تكون أوبن أو أنه أنت جاهز أنك تشوف صح ما تظل لك بتتفرج على أنه غلط غلط سائد أفكارنا هي اللي بتصنعنا اللي إحنا بنفكر فيه هو اللي بيصير بالسبق نشيس عنا أو باللا وعي عنا واللي بيضله ينعاد 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 هو اللي بيخلينا نوصل للي إحنا فيه خليني أعطيك مثل يعني مثلا واحد من الناس اللي أصدقاء لإلي كان بيحب صديقته كتير وإجاني فترة وكان بيحكي دايما عنها كل ما بيحكي بيقول أنا معطيها مجال لحد دي شهر نوفمبر بس إذا ما صار هيك هيك خلص أنا ناوي أترك أنا ناوي أترك أنا ناوي أترك بعد ما تركوا تركوا فبعد ما تركوا إيجاني قبل شهر بيقول لي أنا أنا كتير زعلان مش عارف أرجحها مرة تانية وتركنا بتقول له أنت مش منتبه لحالك أنت طول الوقت وأنت عم تحط time limit تبريك العلاقة اللي بينك وبينها يعني كان بتفكيرك أكتر أنه أنت بدك تترك فأي إشي اللي أنا أصدي أوصلك هي أنه أي قرار أو أي إشي إحنا بنوصل له هو عبارة عن إشي اللي إحنا بنحطه الأفكار اللي موجودة جوانا يعني لما واحد بيقول أنا لتسي مثلا واحد بيشتغل في دبي وبيقول أنا لما أترك آخر مجال معطي لنفسي بآخر السنة إذا ما صار مش عارفه شهر رح أرجع رح أرجع ما هو الحاكي اللي عم بيحكيه والدفكير اللي عم بفكره هو اللي عم بيخليه يصنع هذا القرار اللي هو عم بياخده فإذا إحنا انتبهنا لأفكارنا أعطناها بس عشر دقائق الصبح يعني أنا دايما أنا بعطي إشي اسمه كوتشنج لزملائي بالعمل فبقولهم أنا ما بدي منكو إشي أنا بس بدي منكو من وقت كنت عشرين دقيقة العشرين دقيقة بس ما بقولكو تحكموا بالتمانين ألف فكرة اللي بتوصل بعقلكم كل يوم بس العشر دقائق الصبح أول ما تصحوا بدي ياكو تنتبهوا بإيش عم بتفكروا فكروا كيت بتكو يومكو يكون لأنه على أساسه أنتو بتاعتو أمر للسبكنشس أو لللا وعي عندك وين يركز خلال اليوم قبل ما أروح أنام بدنا نعمل شغلة كتير بسيطة تمرين بسيط شوفوا كيف يومكم كان وريبليت بمعنى أنا بدي يوم اليوم يكون أنه عم بطلع الصباح جاية قابل سائد وبعدين عندي كوتشنج بعدين عندي ميتنج بعدين عندي كذا وبهذا الميتنج مفروض أني أوقع اتفاقية فرضنا أنه ما صار أني وقعت هاي الاتفاقية قبل ما أجي أنام أشوف أني أنا وقعت هاي الاتفاقية مش عم بطحك عحالي بس أنا إيش اللي بعمله لما بشوف أنه يوم يمشي بالزبط زي ما أنا بدي أول شيء أني أنا أم هذا اليوم بكل سلبياته قبل ما أنام فما عم بحمله لليوم الجديد ما عم بحمله للسبكنشسير بالك أنه اللوعي ما بعرف عندي إذا صار أو ما صار بفهم اللي أنا عم بفكر فيه أنه صار خلاص ففكر أنه صار فبينتهي فهذا الملف بيتسكر وفي نفس الوقت بعطي أمر لله وعييندي أنه يعمل الإش اللي أنا عم بفكر فيه فإذا أنا بدي يوم يكون واحد اتنين ثلاثة وما صار ثلاثة وباجي آخر نهاري قبل ما أنام وبقول لا صار ثلاثة معناها أني أنا بأوي العضلة تبعتي التفكير تبعتي أنها تمشي زي ما أنا بدي يا سلام فهاي يعني مع الوقت طبعا ما في إشي رح يصير من يوم وأنا والله عملتها مرة اتنين ثلاثة شو هلحكي الفاضي وما صار زي كأني رايح على الجيم اتمرنت يوم ثلاثة ما طلع لي عضلات طوية بتحكي علينا لا نحتاج إلى تحكي يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم لحد ديت ما نكون إحنا اللي بنصنع أفكارنا بأيدينا نتحكم بكل الثوتس اللي بتمر علينا بس أتليست الثوتس اللي إحنا بدنا إياها رح تصير وهي شغلة كثير مخيفة أنه الواحد خصوصي إذا في عنده مشاكل بحياته والأمور مش ماشية زي ما بده لما يفكر فيها أنه أنا عملت هاي الرزولت أنا صناعة هاي الحياة اللي أنا مش راضي عنها مخيف أنه أتحمل مسؤولية حالي والآن أنا بدي أعمل الحياة اللي بدي إياها فيعني مش سهلة وبدها تدريب زي ما تفضلتي مظبوط واحدة من الأمور اللي كتير مهمة مثلا كلمة مشكلة هاي إيش بتعطي لللاوعية عندك بتعطيك إكسكيوز أنه أنت ما تقوم تعمل هذا الشي لأنه لما بتسمع كلمة مشكلة بترجع على ورا وبتشوف كيف بدك تحلها لكن لو أنت غيرتها بشالنج أو بالتحدي لما أنا بقولك بتحدى بتقوم لقدام بدك تقوم إنك تكون قد هذا التحدي فدايما إذا بنقدر ننتبه للكلمات اللي إحنا بنحكيها لأنه في دورة روح تحضرتها بكندا بتحكي على إنه كل كلمة ساءت إلها وزن إلها لون إلها شيب يا السلام فإذا إحنا انتبهنا للكلمات اللي بتطلع منا رح تلاقيها إنه فعلا اللي بنحكي صحيح تحب تاخد تجربة بسيطة على هذا الحكي؟ آه ديك تغمض عيونك واتاخد نفس عميء طبعا أصدقائي اللي عم بسمعونا هلأ كمان غمضوا عيونكم بالضبط خلينا نغمض عيوننا خلينا نعمل التمرين هذا المعسة إيمان نغمض عيوننا وناخد نفس عميء ومع النفس أخد كلمة شورت أو قصير أخد نفس عميء وأخد كلمة شورت طلع النفس كمان مرة خلينا نغمضين عيوننا يعني نفكر بكلمة شورت نعم وأخد نفس عميء وأخد كلمة طويل أو طول كمان مرة أخد نفس وأخد كلمة طويل واتطلع النفس دعمل نفس التمرين وأنا كمان مغمض عيوني وأخد نفس عميء وأخد كلمة كره أخد نفس عميء أخد كره and breathe out أطلع النفس معك وهلأ بدي أخد نفس عميء وأخد كلمة حب طلع النفس أخد كلمة حب لقلبي وزفير إيش لحظنا إيش لحظت ساعد أنا بالنسبة لي كانت شوية نفسيتي بتختلف بسريعا بس أفكر بالكلمة ويعني ببتذكر بالبداية الشورت والتول كان حتى لما بدي أخد النفس العميق بس ما يكون عميق كفائية يعني يكمش لأني بفكر بشورت مصبوط أنا انتبهت اللي بعديها لتولأ كان النفس فعلا أريح مصبوط نفس الشي إذا إحنا انتبهنا لكلمة كره وغمضنا عيوننا وشفنا كلمة كره راح يلاقي لإلها أو غضب لما بتعمل هذا التمرين مع ناس راح يقولك آه مصبوط لما بحكي كلمة غضب بشوف لون أحمر لما باخد كلمة حب أو باخد كلمة سلام بحس براحة أكتر وأنا عم بحكي بهاي الدورة أو بهذا الوركشوب تعلمنا أنه بقدر أخلي الإنسان اللي قدامي عن طريق كلماتي اللي أنا بحطها بجملة يا إمتان يقوم يسحب حاله ويقوم ويزهق ويسحب حاله ويقوم آه يا إمتان أنه يحس أنه ريلاكس وأنه يقعد لو أنا بختار الكلمات الغامقة بكلماتي أو الكلمات الحادة بالشيب بخليه يكون مش مرتاح بالقعدة ويسحب حاله ويقوم فإحنا بنا ننتبه على كلماتنا لأنه كلماتنا هي اللي تشيب اس يعني لما بكون قعدة مع إنسان وقعدتي أو البادي لانجج تاعتي أني أنا فاتحة إيدي وإني أنا قاعدة وفي ابتسامة على وجهي وفي راحة موجودة بحكي بحسس نفس الإحساس للإنسان اللي قدامي على عكس إن أنا لو عندي كلمات حادة وكلمات كليتها وقاعدة عم إيش هالقرف سوداوية وإيش بعمل باللي قدامي عم بنزل الإنرجي تاعته صح وبسحب منه الإنرجي مظبوط مظبوط فهاي أمور كتير مهمة إنه إحنا ننتبه أمور بسيطة هي بس أكيد بتغير حياتنا وممكن من شيء كتير سيء لجانب الآن مشرق من مرحلة مش راضين عنها يمكن لمرحلة ثانية مختلفة مئة وثمانين درجة بس تغير الأفكار مظبوط والكلمات يعني برجع بقولك إحنا المسؤولين عن وين إحنا هلأ من أفكارنا من أحاسيسنا من كلماتنا وطبعا من الأكشن اللي إحنا بناخده يا سلام طيب ست إيمان شو هو أفضل قرار اتخذتي في حياتك الريادية أفضل قرار اتخذت إني أرجع على الأردن مش ندماني إنك رجعت على الأردن أعوذ بالله أحلى إشي بقرار بحياتي إني أنا هون بالأردن حتى مع إن كل عملي خارج الأردن بس شركة سيجما اللي هي بقدر أشغل فيها موظفين حتى إذا كانوا بيتابعوا أعمالنا وشركاتنا بخمسة وعشرين دولة تانية بس لما أجي أحكي إنه المركز هو بالأردن لحاله بيخليني أحس إن أنا مرتاحة طيب ست إيمان واحدة من عادتك الشخصية اللي بتعتقدي إنها ساهمت بنجاحك كتير بحب اليوغا والميديتيشن اللي بعمله الميديتيشن كتير بيساعد بنجاحي لأنه أحيانا بيكون ما في حدا ما بيغضب كل إنسان بيغضب وفي أشياء بتصير لو إحنا الأويرنس تاعتنا مش هندرت برسنت إنها مية بالمية صاحية أكيد بيوم من الأيام بكون غطبانة أو زعلانة أو 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 بس مجرد إني أتذكر إنه أرجع وتدو شوي ميديتيشن أو تأمل أو إني أعمل شوية تنفس أو بريدنج هاي الأشياء كليتها بتطلع الاسترس بتطلع الغضب بتطلع الزهق فبتخلي القرارات أفضل متى بتحسي إنك بتكوني أكثر إبداع وإنتاجية خلال اليوم أو الأسبوع خمسة الصباح ننادي الساعة خمسة خمسة الصباح أهلا وسهلا إحنا بندعو طبعا كل أصدقائنا اللي بيسمعونا للانضمام للفايف اي ام كلاب خلينا كلنا نصحة قبل ما الناس تصحوا ست إيمان شو هي أهم نصيحة لقيتها في حياتك أهم نصيحة إنه ما في إشي اسمه مستحيل كل إشي بتقدر تعمله أهم نصيحة شيلي شيلي كلمة ما بقدر منقاموسك خلي بس بقدر هاي كانت أهم نصيحة أخذتها وأهم نصيحة أخذتها كمان اللي فعلا بتساعدني إنه دايما هافا كوتش دايما دور على حدا يكون بيساعدك يعني مقدر أو غير مقدر حتى الغير مقدر يدور على مثل لإله ويشوفه إيش بيحكي ويشوفه إيش بيقول يعني بدل ما أضيع وقتي على الفيسبوك بس عم بكتب حكي مش مهم ممكن أدور على الناس اللي هي كوتشنج وأقرأ وأشوف الفيديوهات اللي بيعملوها فأولوز حدا نصحني إنه دايما إيمان يكون عندك مدرب وهذا إش كتير مهم طيب لما تسمعي كلمة ناجح مين هو أول شخص بيخطر على بالك بابا الله يرحمه الله يرحمه هل في كتاب محدد أثر في حياتك بتنصحي في مستمعي برنامجنا يا أكيد بالنسبة لإلي في كتابين للقارئ اللي متعود على القراءة كتير في كتاب كان ترنينج بوينت بحياتي اسمه The Divine Metrics معاة تعلمت إنه ما في إشي اسمه أنا وإنت وهي وهو إحنا كليتنا إشي وحد جايين من نفس السورس جايين من نفس المكان من هذا اللي كتابة تعلمت إنه إنه مش معنى إنه إذا أنا بحرك إيدي إنه أصبعي إذا إجاب يعيني جرحني إني أروح أقطع أصبعي فكل إنسان هو جزء مني مش معنى إذا حدا يعني غير ما يقصد عمل لي إشي إني أنا أروح أقطع هذا الأصبع هذا الكتاب كان كتير مؤثر وكتير مهم بحياتي والناس اللي بتحب كتب بسيطة أو إنها ما بتحب تقرأ كتير في روبين شرمة كان عامل هذا الكتاب عبارة عن وكل شابتر ورقة فإنه سهل لو بنبدأ يومنا إنه نقرأ ورقة ورقة كل يوم ورقة هو الكراي ون يو داي هو الكراي ون يو داي يا سلام طيب ست إيمان لو بدك ترجعي تبدي من الصفر أخذين بعين الاعتبار أنه الآن معك كل الخبرات والتجارب اللي مريتي فيها من وين بتبلشي؟ من الصفر بالعطاء العطاء حتى لو ما معك بالعكس هدأ يعني أحسن شيء بالعطاء إنك تعطي اللي مش معك مش تعطي اللي موجود معك تعطي الإشي اللي أنت محتاجه مش اللي أنت مش محتاجه يا سلام وهون أنا بتذكر سريعا أحد الكوتشز هو كان يحكي دايما أنت لو حاب الشغلة تزيد عندك في حياتك أعطي منها أنا بدي حب أحب أعطي حب بدي مصاري وما معي أعطي مصاري حتى لو ما معي بدي علم أعلم الناس مصبوط فدائما الإشي اللي بدي يزيد عندي هو الإشي اللي بعطي مصبوط طيب أكيد رحلة ممتعة وحوار مميز معك ستي مال اليوم وشارفت رحلتنا على الانتهاء بس قبل ما نختم بدنا نسمع منك نصيحة نهائية بتحب توجهيها لمستمعين ريادة من بلادي وبعد هيك نعرف شو هي أفضل طريقة نتواصل فيها معك نحكي لك يعطيك العافية أحسن نصيحة أنه اللي ما بدأ ابدأ هلأ never too late عمره ما كان متأخر ابدأ هلأ ودايما كل إنسان ناجح بيحب يساعد فما تستحي أو أنه تفكر أنه الأنا كيف بدي أروح أنه أحكي أسأل حدا على نصيحة أنه ما رح ينصح دائما الإنسان الناجح بيحب ينصح الناس اللي حولي أو بيحب يساعد الناس اللي حولي فابدأوا هلأ هاي نصيحتي وهذا شعار أطلقنا من بداية ريادة من بلادي كانت الحكم الأساسية لريادة من بلادي أنه أفضل وقت لزراعة الشجرة كان قبل 20 سنة بس ثاني أفضل وقت هو اليوم عشان هيك أصدقائي ابدأوا الآن أي حدا عنده فكرة أي حدا عنده حلم يبلش اليوم الخطوة الأولى وإن شاء الله بعد المقابلة التحفيزية مع السيدة إيمان مطلق أنه نكون قادرين نتخذ مش بس الخطوة الأولى كمان نمشي بالمشوار كامل سيدة إيمان شو هي أفضل طريقة نتواصل فيها معك؟ في عن طريق الفيسبوك أو تويتر وعن طريق الويب سايت في تقدر تبعث إيميل وأنا نفسي اللي برد على كل الإيميلات شكرا إليك شكرا لك شكرا بكثير يا سعد وموفع يا رب شكرا لك شكرا لتقول شكلي وشكلك ولا مين أهلي وأهلك لتقول شكلي وشكلك ولا مين أهلي وأهلك من عاش لنفسه يهلاك بلدك محتاج ليك بلدك محتاج ليك حني بالشحم إيدك عملك يصباح وليدك حني بالشحم إيدك عملك يصباح وليدك ولا غيرك يبقى سيدك وتزيد القوة فيك وتزيد القوة فيك أول ما يدور مكنه نحفظ ونسو المكنه أول ما يدور مكنه نحفظ ونسو المكنه والحلم هيبقى جنة ونكون في الكون شريق ونكون في الكون شريق نحفظ ونسو المكنه نحفظ ونسو المكنه شكرا جزيلا على استماعكم لحلقة اليوم من برنامج رياضي من بلادي بإمكانكم زيارة الصفحة الخاصة بالبرنامج على الإنترنت www.saidyounis.com ورح تلاقوا الملاحظات الخاصة بكل حلقة إضافة للروابط والكتب اللي ذكرناها ولا تنسوا تسجلوا أسماءكم وإيميلاتكم حتى يوصلكم كل جديد من رياضي من بلادي والآن صار وقت ننطلق في العالم ونحقق إنجازات عظيمة رحلتكم الريادية بتنتظركم خلينا نتعاون كلنا لنضوط طريق ونصنع حاضر أفضل إلنا ومستقبل أجمل لأبنائنا شكرا لاستماعكم ودعمكم بحييكم جميعا وبتمنى لكم حياة رائعة سائد يونس شكرا لاستماعكم